لم يمر كوفيد-19 مرور الكرام على العالم فهذا الوباء الذي اشتاح الكوكب أثبت قدرته ليس على التأثير على صحتنا فحسب بل أيضا تغيير وجه العالم وفق شركة إبسوس للأبحاث كيف؟ لعل التغيير الأبرز الناجم عن الجائحة كان إلى أهمية متزايدة للصحة النفسية لدرجة أنها باتت بالعديد من البلدان توازي أهمية الصحة الجسدية وكانت هذه نتيجة طبيعية لمعاناة كثيرين مستويات غير مسبوقة من القلق لسيما في صفوف النساء ووفق إبسوس يقول 79% من الناس في العالم إن صحتهم النفسية تهمهم بقدر صحتهم الجسدية ومن التغييرات اللافتة أيضا في العالم إثبات الدول قدرتها على التكيف مع التحديات الكبيرة ففي مارس 2020 فرضت أكثر من مئة دولة حالة إغلاق عام لكن الحياة بقيت مستمرة بعض عامين من بداية الوباء رغم تعكرها في الكثير من الأحيان الجائحة فقمت أيضا أزمة لا مساوى بين الأغنياء والفقراء فجعلت أغنى أغنياء العالم أكثر ثراءا فيما دفعت المزيد من الناس للانزلاق نحو الفقر وفق منظمة أوكسفام ضاعف أغنى عشرة أشخاص في العالم ثرواتهم الجماعية فيما تم دفع مئة وستين مليون شخص نحو الفقر وكنتيجة للوباء أيضا زاد اعتماد الدول على نفسها وتشير أدلة متزايدة على تراجع العالمة مع اعتماد الدول بشكل أقل على الواردات الأجنبية من سلع ومواد لكن حدود هذه الدول أصبحت أقل قابلية للاختراق وتحجم العديد منها عن إعادة فتحها وأثبتت الجائحة أيضا أن ضمان مستقبل مستدام يتطلب قيادة قوية إذ يعتقد 83% من الناس أننا نتجه نحو كارثة بئية إن لم نغير عادتنا جذريا وأن العالم بحاجة إلى العزيمة نفسها التي أظهرها في مكافحة وباء كوفيد-19 لحل الأزمة المناخية وفي الخلاصة يتفق الخبراء على أن هذه الجائحة هي نقطة مفصلية في تاريخ البشرية فرضت تغييرات على المجتمعات للعقود المقبلة معنا من بيروت مدير معهد المشرق لدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر صباح الخير دكتور سامي وأهلا وسهلا فيك معنا على سكاي نيوز عربية بداية هل تتفق فعلا أنه جائحة كورونا غيرت وجه العالم وهل تعتقد أنه هذا التغيير سيكون مؤقت أم مستدام إلى حد كبير نعم هناك بعض أوجه التغيير قد ثبتها على الأقل انتشار الوباء لأن كانت هناك موجة تحويلية قد بدأت قبل انتشار الوباء لا سيما حينما تكلمتم عن التقرير عن تراجع تينامية العولمة رأيناها مع ظاهرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأيناها مع صعود الصين والحرب التجارية التي قامت ومازالت قائمة بين الصين والولايات المتحدة هذه الموجة التحويلية على مستوى الاقتصاد العالمي وبالتالي على مستوى العالم أتى وثبتها انتشار وباء كورونا كذلك الأمر بالنسبة إلى التحول المناخي جاء وباء كورونا ليسبت بالوقائع وبصور الأقمار الاصطناعية أنه حينما تتوقف نوعا ما الأنشطة الصناعية كيف تعود الطبيعة إلى الانتعاش إذن نعم هناك يعني العالم تغير تغير بفعل كورونا هذا من دون شك مثلا التحول الرقمي انخفض الفجوة الرقمية الفجوة الرقمية تقلصت هذا بفعل كورونا وانتشارها ولكن هناك مسألة العولمة هناك تراجع العولمة مسألة التغيير المناخي هذه أمور سبتها يعني العديد من التغييرات الكبيرة التي تتحدث عنها ولكن الكثير منها كان معروف هل نحن دائما بحاجة إلى أزمة حتى تتغير بعض الأمور التي في كثير من الأحيان يكون هناك وقاءة علمية تثبتها مثل التغيير المناخي مثلا هل تعتقد أنه سيتم استخلاص العبر اليوم والتخطيط بوقت مسبق لهذه التغيرات يعني النظرة التفاؤلية إلى العالم وأنا من أصحابها أقول نعم يعني الأحداث أو الظاهرة من هذا النوع تسرع تحولات هي تكون قائمة بفعل التحول التكنولوجي بشكل أساسي ومن ثم العنصر الاقتصادي ولكن اليوم كما ذكرت هناك أمور تفرد نفسها يعني على رأسها مثلا مسألة الصحة النفسية انتشر الاكتئاب في العالم والقلق في العالم نتيجة هذا الوباء ورأينا كيف تحرك القطاع الصحي عالميا هناك مسألة جدا حساسة وهي دور الحكومات عادة اليوم دور الحكومات إلى الواجهة وهذا بحد نفسه يعني يشكل الكل لا يتفق مع هذه العودة هناك كثير من منتقديها ولكن لا شك أن الحكومات لعبت دورا أساسيا في احتواء هذا الوباء وهذا محفز لكي تقول كما لعبت الحكومات دور في احتواء الوباء اليوم عليها أن تلعب دورا في احتواء الخطر التحول المناخي علما في المرحلة الأولى ولسيما كما أشار التقرير دكتور نادر اليوم أنه أثبتت قدرتها على التعامل مع التحديات ربما أجبرت أيضا على التعامل مع هذه التحديات في مسألة لا مساوى بين الأغنياء والفقراء أيضا تعويل على الحكومة بالسياسات الضريبية بالكثير من الأمور التي ممكن أن تقلس هذه الفجوة كيف ترى هذا الموضوع باختصار؟ هذا جدا مهم الحكومات اليوم نعم لديها هذا التحدي الكبير الذي يجب أن تتعامل معه ولكن هناك تحدي آخر هو تراجع العولمة يعني من جهة هي تريد أن توفي الشعوب حقها وتحاول أن تقلس هذه الفجوة على المستوى الاقتصادي الاجتماعي ولكن من جهة أخرى ومع تراجع العولمة كل دولة اليوم تحاول أن تعزز من قدراتها التنافسية وبالتالي لا يمكنها أن تصرف كثير من المبالغ على الفاتورة الاقتصادية الاجتماعية إنما عليها أن تستسمر في قطاعات التكنولوجيا وفي دعم الشركات من أجل أن تبقي على قدرتها التنافسية وتهاجه تحدي آخر هو تحدي تراجع العولمة تماما يعني الدفع باتجاه المسواة ولكن أيضا مع المحافظة على الإبداع والابتكار المطلوب من هؤلاء ومن هذه الشركات بدأ أشكرك لوجودك معنا هذا الصباح من بيروت مدير معهد المشرق لدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر شكرا لك